السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بك في حلقة جديدة مع اتعلم مع العسال. وفي الحلقة رقم اتناشر في كورس وبالحلقة دي هنتكلم على معادلة مهمة جدا او اكتر من معادلة مهمة جدا في وهي معادل واللي هي على سبيحها اي حاجة تانية هتبقى فيها اكس ممكن هنتقد كمان. بس اللي هتشوف الفرق ما بين وصم اكس وازاي ممكن بتوفر عليك وقت وبتوفر عليك قطوات كتير جدا. هي وبرضو هنشوف ازاي ان احنا نستخدمهم مع مع ان انت تستخدم معادلة زي الاف جواهم. فهتشوف حاجات حلوة اوي النهاردة ان شاء الله في الحلقة دي تساعدك بشكل قوي جدا انك تفكر بشكل صحيح. وازاي ان انت ايه الحاجات ايه امتى تستخدم الحاجات اللي بتشتغل على والحاجات اللي بشتغل على زي والحاجات دي. فهتشوف حاجات اتعجبك اوي في الحلقة دي. فقالوا بين عدود دروقتي نخش في الموضوع. وحابب اقول لك برضو انك لو عايز تعمل القناة او عايز تبدينا اي نوع من نوع دعم او عايز حتى تاخد كورس اللي احنا حطينه على القناة هنا فيه انك تعمل في الواحد الوقت دي في مكان الاعضاء وتفرج على الفقات. ويلا بينا نخش في الموضوع. يلا بينا يا سيدي نتفرج على معدد سام اكس ونعرف فرقة بينها وبين معدد سام العادية. وهنبص برضو بص على واللي هتلاقي زيها بتشتغل بنفس الطريقة بس يعني عشان نتفرج على مثالة مختلفة. سام اكس يا سيدي هي عبارة عن ان انا بعمل عملية جمع بس العملية الجمع دي مش عملية جمع العمود عادي بناء على يعني ايه? يعني انا النهاردة كده لو انا مسلا على سبيل المسال عايز احسب مسلا الاітьمالي بتاعي. انا اتفرج كده انا اقرب شوية. لو انا عايز احسب الاجمالي بتاعي بتاع فانا عايز احسب اجمالي بتاع دي دي يعتبر هنا بالنسبة لي او المبعات يعني. من غير الضريبة. فانا انا عايز اجمع اجمالي من غير الضريبة هعمل ايه? هروح عمل باجر عادي جدا وهقول له самого وهقول له اجمع يعني اروح اعمل مسلا اه تعنيجي هنا كده في الفاكت نقف على العمود. واروح اقول له آآ هعمل ماجر جديد. الماجر دوت هسميه مسلا آآ اهوت. وهقول له كده اجمع لي من من الفاكت سيل. الاجمالي بتاع اهو. فكده هجمع لي كده هعمل ايه? كده انا هجمع اجمالي العمود دوت وهيطلع لي دنيا زي الفل. طب ماذا لو بقى ان احنا ما كانش عندنا اصلا السيلز دي. مش موجود. هنفترض افتراض كده دلوقتي مع بعض ان الاجمالي بتاع السيلز دوت كده تعني امسح الكلام دوت ندوس كيب. هنفترض كده افتراض مع بعض ان انا آآ لما نروح كده على هنا شوية كده 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 كده. هنيجي هنا نقول ان ده مش موجود عندي. طيب ده هو عبارة عن ايه? هو عبارة عن سعر القطعة في كميتها. انا عندي سبع قطع في تلاتاشر بواحد وتسعين. ده كده ايه? ده كده اللي هو اجمالي غير شامل الضريبة اللي هو اعتبر المبيعات بتاعتي. فلو انا مش موجود عندي القيمة دي اصلا. فانا النهاردة هعمل ايه? هروح اعمل عمود. عشو فاطر اطلع اولا ان القيمة دي هعمل ايه? هروح اعمل عمود بيحسب. اروح اروح ضرب في يطلع للقيمة دي. وبعد كده بعد اطلع القيمة هنا لكل سطر. هروح اعمل جمع للتوتل داو. طب العملية دي هتاخد مني هتاخد مني خطوطين وهتاخد مني ان انا اعمل ايه? بعمل عمودين. بعمل عمود وبعد كده بعمل على الموضوع. طب ماذا لو ان انا عايز اعملها في خطة واحدة? ساعتها هعمل ايه? انا هفطرد افتراض دلوقتي ان ده مش موجودة عني. فانا هروح في في عادي وانا وتأكد ان انا واقف على عمود وهروح هعمل جديدة. تمام? والماجر دوت انا هسميها هسميه الماجر دوت اسمه ايه? هسميه التوتل سيلز. اه. توتل سيلز. ماشي? وساعتها مش هستطيعن بقى عملية سم. هستخدم معادلة سم تيكس. ايه. سم اكس بتقول لك ايه? بتاخد ادي تيبل. يعني باخد يعني بتاخد بتاع او حاجة حصلت في كل سطر. ايه من آآ من جدول. طيب ازاي هنعمل هزي العملية بقى? اول حاجة عاملة يا سيدي ان انا هروح اجيب الجدول بتاعي. الجدول بتاعي اللي هو مين? اللي هو طيب انا كده حددت الجدول اللي انا هشتغل عليها. تاني حاجة بقى ده هيبص كده خرص حددنا الجدول. تاني حاجة حدد يعني هحدد العملية اللي انا عايز هتم اللي هي بعد كده هتجمع. فهقول له هقول له ايه? هقول له هاتلي من الفاكت بتاعي. هاتلي الكمية. اهو. واضربها لي. في مين? في برضو. ساعة هضربها لي فين? في الاسموه ده فين? ساعة القطعة. فجده اللي يحصل كلاتي. ايه في الموعدة? اللي يحصل ان هو هيخش على جدوى هياخد هيضرب لكل سطر من السطور. لان هو بيعمل ده سطر سطر. فلكل سطر من السطور هيضرب الكمية. في وبعد ما يخلص داربك الكلام دوت لكل سطر من السطور هيروح جمعك الكلام ده في الاخر. فساعة هنروح عاملين ساوية. نروح دايسين انتر. فكده اهو راح هتعملها فدي كده بقى اسمها بتاعنا هنتفرج عليها كده ونبص هنلاقي هنا عندنا هاي. تعالى نروح على نفسه. تعالى ناخد كارد مسلا. هنحط الكارد ده هنا. هندوس على كارد كده. وهو هناخد القيمة دي. فين التوتل سيلز هو اللي تحت عندنا هنا. بس انت مش شايفه عشان انا الكاميرا يعني صورتي مغطية عليه. فهو ده التوتل سيلز هو اللي احنا عملناه ونحطه هنا في الفيلز. هيطلع لك هنا كام عشرين مليونة. هدي عشرين مليونة. هل الكلام احنا عملنا ده صح? احنا ممكن نتأكد. هتأكد ازاي? لو رحنا جمعنا التوتل عملنا برضو مجر جديد. هنروح بفاكت سيل. بتاع نعمل مجر جديد. ودوت هيبقى مجر عادي جدا. هنقول له برضو دوت. هنسميه مسلا نورمل. عزا ان احنا ده نجمع بالسام العادية. واقول له اجمع لي. السام بتاعه من الفاكت سيل. هتلاها جاءت لي. هنشوف اتنين يطلع على نفس القيمة. لا دوس انت. فتبقى عندي هنا الكارد دوت اللي هو فيه. ماشي. تعال نكبر الشاشة شوية. عشان الدنيا تبقى هو اتحالك اكتر يعني. وهعمل كارد جديد. وهحط في القيمة التانية. هنشوف الاتنين اطلعه زي بعض ولا لأ. فهنا هو سيلز نورمان هناخده. وهنحطه هنا في الفيلز. تلاقي الاتنين طالعات نفس القيمة. فبدل ما انت مسلا ما كانش عندك الحاجة دي. وعايز انت تعملها. بدل ما تعمل العملية على مرتين. انت كده انجزت نفسك عملت العملية على مرة واحدة. بالزات هنا كمان العملية بسيطة. ده من الضرب بس. ساعات بتبقى انت عايز تعمل عمليات اكثر تعقيدا على مستوى كل السطر. وبعاكية تجمع النتيجة في الاخر. فانت لو عايز تعمل عمليات على مستوى سوري على مستوى اكتر من عمود. وبعد كده تجمع الناتج او تجمع اللي بيطلع من كل السطور ده تجمعهم في الاخر. فسام اكس هي لتحق. هي تحلك القصة دي. وممكن نعمل كمان مثال تاني انت ممكن تستخدمها برضو مع حاجة اسمها او ممكن تستخدم حاجة اسمها. لو احنا راحنا هنا كده مسلا على برضو. وجينا بصينا على زين نحسب مسلا المتوسط الوقت اللي ما بين اللي هو والديليفري ديت كي. يعني انت يعني الفاتورة بتطلع للعميل. ودوت الوقت اللي بتحصل فيه او الوقت اللي هو بيحصل فيه ايه? عملية التوصيل. طب انا دلوقتي عايز ان انا اخلي ايه يبان لي? احسب الفرق ما بين اليوم ده. الفرق من التاريخ ده والتاريخ دوت. احسب الفرق من التاريخين. ويه اروح معامل متوسط لكل لكل الثواتير بتاعتي او لكل الوردرات بتاعتي. عشان اخطر اشوف المتوسط الوقت في الاخر. بيبقى ادي عمل ما الوردر يوصل للعميل من بعد الفاتور. فساعتها بدل ما اروح احسب الاطرح دول وحطهم في عمود. بعد كده احسب المتوسط بتاع العمود ده. فهنستخدم برضو مين? نستخدم برضو. النفس العملية. فهقف على فاكت سيل. فهقول له برضو. وهجي هنا كده اكتب هنا عندي هنا. هقول له ايه? هقول له. تعال عشان صغر يعني الاسم شوية. تعال نعملها اي في جي. النقطة كده. وساعتها هجيب اكس. وساعتها اختار التابل. التابل بتاعي مين? اللي هو الفاكت سيل. طيب. ايه اللي هعملها في الفاكت سيل? هقول له هتروح جايب من الفاكت سيل. هنروح جايبين اول حاجة مين? هنجيب اول حاجة اللي هو الاحدث. الاحدث بيبقى مين? اطرحه من مين? من الاخدم. الاخدم اللي هو مين? اللي هو. نبرضو من الفاكت سيل. تمام? انفويس ديت كي. وساعتها هقفل الكلام ده هوت كده. فكده عملت العملية بتاعتي. هو انفويس ديت كي هوت. وروح دايس انتر. بقى عندي هنا الافريج ديوريشن. فتعالنا نروح نرجع تاني على بتاعنا ونروح ناخد كارد ونحط الكلام دوت. هناخد ده هو دلوقتي هروح اجيب الافريج ديوريشن. احطه هنا في الفيلز. هيطلع لك الافريج ديوريشن مينس تسعتاشر. بيدينا متوسط ايه? متوسط بالنيجاتف. طبعا. الكلام ده ييجي ازاي طيبا سيدي? ايه يجي ازاي الكلام دوت. حسنا نعرف بسيدي المشكلة دي جات من ين المحتاجين ان احنا نروح نعمل عملية محتاجين نتأكد. هو ازاي القيمة المتواصل ممكن يكون يعني برقم الورد. فده عنا نعمل حركة نروح نتشيك بيها على البيانات ونشوف الكلام دي. وده ساعتها وارد ان هو بيكون اقرارة بتحصل في البيانات. فانا هعمل ايه? انا هروح هنا هجرب احسب الفرق ما بين ديت والديليفري ديت. بس ممكن بدل ما نحسب الفرق ممكن اجرب حاجة تانية. انا هفتح هنا كده هدوس هنا. وهشوف القيم اللي داخل الكلام دوت. لداخل فواضح ان ما يعني اه بص. في هنا. في قيم فاضية. في بلانك. اه طبعا يحصل ايه? طب لو احنا هنروح نبص عن هل في بلانك ولا لأ? تعال نبص هنا. ما فيش هنا. طب في اي حاجة تانية غريبة. ما فيش مفيش هنا مفيش بلانك طب ده معناه ايه? ان هو لما يبقى بتاعي معنا كده انا لما اجا هطرح من من فاكني بطرح سفر من القيمة. فهيديني القيمة. فساعتها هيديني عدد الايام او هيديني قيمة غريبة جدا. انت خانية هتعمل سفر ناقص والديت ده اصلا فساعتها هتلا يعمل لك مشاكل ويعمل لك قيمة خاطئة. فانا ما ينفعش اطرح سفر اطرح ايه اقول سفر ناقص فيبقى لازم اعمل عملية او لازم ان انا لما اروح اعمل بتاعتي لازم احط فيها شرط ان انت لو كان بيساوي السفر يبقى ساعتها ما تحسبش الكلام ده او احسب العمليات دي في حالة ان بتاعك كان اكتر من السفر. طب انا لما اجي اعمل عملية دي اعملها فين? يعني اما لفقاني حتة عندي بالزلط. احط الاف قبل ولا احط بعد يعني احط الاف بتاعتي فين? لان ده سؤال مهم جدا. هو انا احطها ازاي? عشان نجار الاف هنحطها ازاي? لو احنا جردنا هنا نيجي هنا كده ونحط الاف فوق هنا. فهعمل اف كده وادوس وهجرب اجيب الاسم الجدول بتاعي الفاكت سيل. فهلاقي ان انا ايه? الفاكت سيل جدول فاكت سيل بتاعي. مفهوش. لسا هندوس نرجع ايوة. الفاكت سيل بتاعي. هلاقي مش جايب لك غير شوية الماجر زي اللي انت عاملها. مفيش عاملها. ليه? عشان خاطر انا هنا بعمل ايه? بعمل والاف هنا هتتشيك مفيش حاجة تتشيك عليها لان الاف بتعمل على يعني الاف هتفاليويت رو وانا بعمل والماجر ما بيشتغلش المين اللي بيشتغل رو فبالتالي مش هعرف اجيب عمود هنا اعمله بالاف طيب الله. يبقى انا كده مش هعرف احط اف هنا بو. ده وانت لك الاف هتشتغل رو بايرو. وانا مع وانا هنا عامل فلو انا بدأت باف فهي الاف متوقعة انه يكون فيه روز بس الماجر مش 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 بتشوف الروز لكن هتشوف مين هتشوف ماجرز تانية. يعني الاف هتشوف ماجرز تانية زيها طالما احنا ايه? طالما انا عادت الاف جوة ماجر. مش عادت الاف جوة كاكيدة كولن. ولكن ايه اللي بيحصل هنا? مانا جوة الافردج نفسها الافردج اكس هنا عندي? ايه اللي بيحصل? فيه عندي بيحصل هنا ايه? انا وعشو لي الماوس لما بوقف على الفورميلا بور بيختفي. حاجة غريبة شوية. فانا هحاول ادوس من تحت هنا كده. فانا عندي هنا مختار ومختار هنا العملية اللي هي اللي هي عملية ديت كي ناقص دي عملية بالتم رو ليفل. يبقى انا لما اجي احط الاف هي بتاعتي احطها هنا. فهاجي هنا. يعني هاجي هنا كده تحت بعد بعد قبل دي قبل عملية دي. وهاجي هنا كده وهقول له هنا اف. هقول له اف ايه بقى? هقول له اف الديليفري. ديت كي. هبوز هنا شايف الديليفري ديت كي عادي. شايفوا لان هو ايه? لان هنا العملية في افردج اكس. هي متوهية. بتاخد جدول. وبتعمل العملية بتاعتها بتبقى انرو ليفل. فطالما انرو ليفل وحددت معادلة اف جواها في معادلة اف هتمشي رو با يرو فهتشوف الاعمدة عادي. فساعت هقوله لو كان اكبر من كده يعني بقيمته اكبر من سفر. ساعتها اعمل بقى العملية بتاعتنا اللي هو ايه هاد الديليفري الديليفري ديت كي اطراحه من الديليفري ديت كي اطراحه من الانفويز ديت كي. طيب لو الكلام ده ما حصلش في الاخر فقوله لو حصلش في الاخر حط سفر. واروح اقافل في الاخر خالص في اخر الاقواس اروح اقافل لقوز بتاع افردج اكس. فانا كده هو انا هنا قلت له ايه? قلت له اهيعمل افردج اكس للجدول الفاكت سيل. بس ايه اللي هيحصل على مستوى كل سطر? ان انت كل سطر هيخش جوه يشوف هل اكبر من السفر ولا? لو اكبر من السفر هيطرح الاتنين من بعض. طيب لو مش اكبر من السفر معنا كده ان هو فاضي او سفر. يبس ساعتها هيعمل ايه? هيروح حاطت لي سفر. ساعتها لما دوس كده ودوس انتر. واروح ابص بقى على الرو تاني علي اه واحد. معنا كده ان هو واضح ان هو في المتوسط بناخد يوم واحد عشان خاطر بنوصل لعمل. فهو فعلا لما انا بسيتها على البيانات اصلا. انتوا لاحزت هنا تلاقي ان الفرق من المعظم الفرق من اه حوالي يوم واحد يعني. فبجده يا سيلي انت بتشوف ازاي ان انت تستخدم حاجة زي زي معادلة اه وازاي انت تستخدمها كمان مع في حالة ان في فتقدر تحط الفين. لان انت هنا هتحط الفين هتحط الف جوة في اللي هو بيشتغل على كل سطر. لكن لحضت الف برة فانت هنا شغال جوة كده كده مش بي ايه مش بي فمش هيشوف الاعمدة مش هن يمشي سطر سطر. هيشوف ايه? هيشوف لو فيك لو فيك اخرى ينفع ايخدها معاني لكن مش هيشوف لك الاعمدة اللي هو الجدول. هيشوف بس اللي انت حددتها على التقبل بتاعك. فهتمنى الموضوع دوت يكون بالنسبة لك باور. تماني نهاردة ان شاء الله تكون حلقة فاديتك وتقدر تستخدم معادلة بشكل حلو جدا جدا وهيوفو عليك وقت كتير قوي في حاجات كتيرة جدا وهيقلله كمان حجم الدوشة لو انت مضطرة تعمل خطوات كتير مترطبة على بعض سام ايكس هتساعدك في الكلام ده وتزاد في حالة الجامع والاغريجيشن او حتى في حالة شوفك على خير دائما يا رب ان شاء الله ما تساش اللايك بالسبسكرايب لان هو بينفعونا جدا ومعالة بسلامة.